الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد الحضور الكريم نرحب بكم في فعالياتي مع النبي حياةً ومنهاجاً التي تقيمها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة ومركز المنارتين فأهلاً ومرحباً بكم جميعاً كما لا يفوتنا أن نرحب بأستاذنا الكريم وضيفنا العزيز أستاذ دكتور عبد العزيز شهبر خبير إدارة الشؤون الإسلامية وأستاذ الأديان والحضارات الشرقية في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان في المملكة المغربية أهلاً وسهلاً فضلت الدكتور حياكم الله الله يبارك فيكم يا رب لقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم أعظم معلم عرفته البشرية كان النموذج الأول كان النموذج الأكمل كان القمة كان النبراس صلى الله عليه وسلم أستاذنا الكريم نريد لو تحدثنا من فضلك عن الرحمة في حياة الرسول الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث تهتز له القلوب تهتز له القلوب لأننا نرى واقع المسلمين الآن وقد ابتعدوا عن أخلاقه صلى الله عليه وسلم وراحوا وإذ محلوا وصار يحصل بهم ما حصل فجر اليوم في بيت المقدس صرنا كما نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قسعة قد تداعت الأمم إليها ونحن ضعفاء مهزومون رغم ما لدينا من موارد ورغم ما لدينا من سيرته العطرة ورغم قرآننا الذي تمتله رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قرآنا يمشي على الأرض وكانت عائشة قد لخصت ذلك حينما قالت كان خلقه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سيرته سيرة معلم وهذه السيرة وقف عندها غيرنا كثيراً كثيراً وقف عندها غيرنا كثيراً كثيراً وكتبوا فيها الكثير الكثير ففي العالم المسيحي اللاتيني وجدناهم يكتبوا في سيرة رسول الله منذ القرون الأولى للقاء الإسلام في الأندلس ووجدناهم يؤرخون لسيرته لا للتعريف به لا للتعريف به بل لشيطنته وبيان ما ادعوه من فساد عقيدته ولكنهم وهم يكتبون تلك الأباطيل حوله لم يستطيعوا أن يخفوا أخلاقه السامية فكانوا وهم من حيث يريدون نفيه وإبعاده عن محيطهم كانوا يرحبون بأخلاقه ويشيدون بها لأنها حقاً أخلاق عالية سامية لا يمكن لبشر أن تنفيها في موضوع الرحمة أود أن أقوم بشيء بعد قليل وهذا الأمر هو متعلق بإحياء سنة عندنا نحن المغاربة عندنا سنة ختم صحيح البخاري مع ختم القرآن في رمضان نختم صحيح البخاري لنتمثل أخلاقه صلى الله عليه وسلم ونتمثل نهيه لنا عن مساوئ الأخلاق ودعوته لنا بالتمسك بمنظومة الأخلاق الإسلامية تلك المنظومة الشاملة وما سأقوم به الآن وأنني سأذكركم ونفسي بمجموعة من الأحاديث نجعلها تتحدث وتصف نفسها بنفسها سأقوم بقراءتها لا غير لأنها شارحة لنفسها عن رسول يروى أن جابر بن سليم قال ركبت قعودي ثم أتيت إلى مكة فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنخت قعودي بباب المسجد فدلوني على رسول الله فإذا هو جالس على برد من صوف فيه طرائق حمر فقلت السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام فقلت إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء إنا معشر أهل البادية قوم فينا الجفاء فعلمني كلمات ينفعني الله بها قال أدن وأعادها ثلاثا فدنوت فقال أعد علي فأعدت عليه فقال اتق الله ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تلقى أخاك بوجه تلق وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي وإن امرأ سبك بما لا يعلم منك فلا تسبه بما تعلم وإن امرأ سبك بما لا يعلم فيك فلا تسبه بما تعلم فيه فإن الله جائل لك أجرا وعليه وزرا قال جابر بن سليم فوالذي نفسي بيده ما سببت بعده شاتا ولا بعيرا درس كامل في الأخلاق واستجابة كاملة لصحابي جليل فهل فينا هذه القابلية للاستجابة لأخلاق رسول الله بهذه الدرجة من الفاعلية هذا الرجل هذا الصحابي الجليل تمثل الحديث أو تمثل حديث رسول الله بمجرد أن سمعه فوعاه فأقسم بأنه لن يسب أو لم يسب شاتا ولا بعيرا فما بالك بالإنسان هذه واحدة هذا حديث أول يشرح نفسه بنفسه لنا وهو دال ويمتح من معين شبكة واسعة متكاملة من الأخلاق القرآنية والأخلاق التي تمثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم ما من رجل يعود مريضا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حين يصبح وكان له خريف في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمشي وكان له خريف بالجنة لماذا كل هذا الأجر لهذا الذي يعود مريدا إن ذلك فيه رحمة بذلك المريض الذي قد يحتاج إلى كلمة تواسيه كلمة قد ترفع عنه ما يحسه من آلام المرض كلمة قد تتبته إن كان أجله قد اقترب وبالتالي فهذا درس آخر يكتنزه هذا الحديث النووي في حديث آخر جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزء واحد فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وانظروا هذا جزء واحد من تسعة وتسعين جزءا وانظروا بركته وانظروا فعله في الناس حديث آخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كلنا نحفظ هذا الحديث ولكن من منا يطبقه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالصهر والحمة ها هم إخواننا ينكل بهم داخل بيت المقدس فمن استجاب لهم؟ من استجاب لهم؟ نتحسس هواتفنا ونكتب توافع الأمور في وسائل التواصل الاجتماعي فهل أبلغنا سرختهم للعالم؟ هل نحن فعلا جسد واحد؟ وإذا لم نكن كذلك متى نكون جسدا واحدا؟ حديث آخر خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه نحن في رمضان هل تذكرنا هذه الفئة من أبنائنا؟ هل فكر أحدنا أن يمسح على رأس يتيم؟ نلتأم حول الموائد الفارهة وننسى أنه قد يكون بجوارنا أو حوالينا أناس من اليتامة ببطون فارغة حديث آخر من كان يوم ونا قلت أنني لن أقول ما عساني أقول وهذه الأحاديث تعرب عن نفسها ما عساني أقول ولهذا نحن في ذلك السقع البعيد نراجع البخارية كل رمضان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت منظومة متكاملة منظومة متكاملة إذا تمتلها الشخص المسلم كان اقترب من درجة أعلى اقترب من درجة عليا حديث آخر من يحرم الرفق يحرم الخير كله من يحرم الرفق يحرم الخير كله الرفق بضعيفنا انظروا حتى تمتل هذا هذا الأمر حتى بالنسبة لغير المسلمين في مجتمعاتنا أمرنا بالمبرة أمرنا بمبرتهم ما لم يقاتلون وما لم يخرجون من ديارنا كما يحدث الآن وطور علماؤنا فقهاءنا المسلمون يعني منظورا شاملا من هذه المبرة لغير المسلمين يقول القرى في الفروق من واجبنا تجاه أهل الدمة الرفق بضعفائهم وسد خلة جائعهم وإطعام عاريهم ويعدد أشياء كثيرة يعني تجعل ذلك الذمية مأمونا في المجتمع المسلم هذا المجتمع الذي أباح لندار الأوقاف أن يصرفوا من الأوقاف على هذه الفئة كذلك أباحوا لهم أن يستفيدوا حتى من أوقاف المسلمين لماذا؟ لأنهم كلما تمتلوا أخلاق الإسلام لانت قلوبهم لهذا الدين فمن يحرم الرفق يحرم الخير كله وليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مدار كل خير وما تعطل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أمة إلا أصابها الخوار إلا أصابها الخوار وتعرضت للزوال تلاث من كن فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة الرفق بالضعيف والشفقة على الوالدين والإحسان إلى المملوك والإحسان إلى المملوك حديث يشرح نفسه بنفسه كذلك حديث آخر الراحمون يرحمهم الله تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هي دعوة لكل الخلق وهذه الأخلاق هي التي جعلت الآخر الذي رام رام تشويها صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالمين يعني لا يستطيعوا أن يبلغ هذا المسعة أو أن يحقق مسعه انظروا معي كم رسموا له من صور مسيئة كم أطلقوا من عبارات مسيئة كم أشاعوا من أشياء تستنقص منه ما نقصته شيئا يعلوهم ويسمو عليهم ويتأكد للعالم يوما بعد يوم صدقيته تتأكد للعالم يوما بعد يوم صدقيته وتتأكد يوما بعد يوم أنه رسول الله الرحمة المهدات للعالمين يقول صلى الله عليه وسلم إني إنما بعدت رحمة ولم أبعث لعانا لم أبعث لعانا انظروا يعني كل هذه الأمور هي دالة وينبغي أن تتمتل ولذلك ينبغي أن نقف وقفات طويلة مع الأحاديث نتدبرها كما نتدبر آية القرآن الكريم خاصة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم تعانى أن نتمسك أن نعض بالنواجد على شيئين على كتاب الله وعلى سنة رسوله فينبغي أن نوازن في هذا العض بالنواجد على هدين الأمرين الذين شملتهما وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا ما من مسلم يغرس غرسا أو يوزع زرعا فياكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له منه صدقة وفي هذا تتحطم تلك الأنانية التي هي من طبيعة البشر هو يحب أن يأكل من تمار ما زرعه قبل أن يأكل غيره ولكن هذا الحديث ماذا يعطينا يعطينا أن الزارع يزرع ويستشرف أن يصيب طير وأن يصيب غيره من الإنسان من هذه التمار حتى ينتفع هو وتكون له صدقة وهذا خير درس يمكن أن يستفاد ليس منا قلت من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيد الله له من يكرمه هي الدنيا هكذا الكبير يوقر الصغير والصغير يتعلم من الكبير وقار الكبير لأنه سيصبح كبيرا وحتى يوقر في كبره عليه أن يوقر الكبار في صغره هي دائرة طبيعية هكذا اتقوا الله ولو بشق ثمرة فمن لم يجد بكلمة طيبة من لديه أن يتصدق بثمرة ومن ليس لديه ثمن الثمرة لديه الكلمة أعطاه الله لسانا وهذا اللسان هو دليل للخير عليه أن يجعله دليلا للخير أكثر ما يدخل الناس النار حصائد ألسنتهم وقد جعل الله للسان أسنانا وجعل الفكين يعني يعني يمكن للإنسان أن يتحكم فيهما فلا يطلق العنان للسانه فيلعن الناس ويصبهم ويمكنه عوض ذلك أن يقول خيرا أو ليصمت لأن اللسان يحكى عن فيلسوف يوناني قال شيئا قريبا من هذا وأبيليوس كان يشتغل عند حاكم يعني في إسبارتا وأن هذا الرجل أتى إليه ضيف فطلب منه وأبيليوس رح وأتني بخير ما في السوق من طعام راح هذا الرجل والتمس لسانا طبخه فلما أماط المضيف أمام ضيفه عن الطعام وجد لسانا فاستشاط غضبا أبيليوس لم تجد إلا اللسان ألم تجد أطيب منه قال له إن خير ما يقال في هذا العالم تنطق باللسان فتقول يا أماه تنهى الناس عن الأفعال الرذائل بلسانك أشياء كثيرة تقولها بلسانك فهذا اللسان هو خير ما في السوق قال له اذهب وأتني بأبشع ما في السوق راح وأتى بلسان كذلك فلما أماط سيده وجد لسانا قال له أبيليوس لماذا أتيتني بلسان كذلك أليس هو أحسن ما في السوق الآن أتيت به إلي وهو أسوأ ما في السوق قال له به يقع السباب وبه يقع اللعان وبه تشتعل الحروب الآن الألسنة صارت في الأنامل الألسنة صارت في الأنامل فلنحضر أناملنا لأن كلنا يتحسس الهاتف بأصابعه ويكتب كما لو كان لسانه هو الذي ينطق فلنقل خيرا أو لنصمت ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه حتى ظننت أنه سيورثه كلها هذه فيها دلائل رحمة ودلائل تعليم لأن مدار هذه الحلقات هو النبي المعلم من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو أختين أو بنتين فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن فله الجنة يقول هذا في وقت قريب العاد من أناس كانوا يأيدون البنات يقول هذا الكلام في زمن قريب من زمن كان فيه الناس يأيدون بناتهم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البديء رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يدخل الجنة بر الوالدين خفضوا الجناح لهما هم إخوانكم حوالكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تطيقوهم من العمل ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه وإن كلفتموهم فأعينوهم عليه لاحظوا هذا الكلام تمثله صحابة رسول الله في الآن في اللحظة حينما سمعوه ويحضروني هنا أمر عمر بن الخطاب وهو متوجه إلى إلياء القدس لأن تسليم مفاتيحها لأن قصها سيفرونيوس أبى أن يسلم مفاتيحها لغير شخص عندهم أوصافه وهو ذاهب مع غلام وذابة قصم المسافة إلى ثلاثة مراحل مرحلة ركبه ومرحلة أراح فيها الذابة ومرحلة وهي القريبة من دخول المشرفة على باب بيت المقدس كان الغلام هو الراكب كان الغلام هو الراكب فانظروا في هذا وتأملوا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم خياركم لنسائهم خياركم خياركم لنسائهم هذا أمر افتقد عند الآخر افتقد عند الآخر ولكنه راسق في شعوبنا الإسلامية وراسق بين المسلمين إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه وما نزع من شيء إلا شانه الإسلام لا يعرف الجلافة لا يعرف الجلافة لا يعرف الغلضة الزائدة عن الحد الإسلام يكرس الرحمة يكرس التراح يكرس ما به يتفاهم الناس ويقتربون من بعضهم من النعط لا ما يفرقهم ويبدد صفوفهم اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن الأخلاق مضار كل شيء الأخلاق أساس تتأسس عليه الرحمة الرحمة بالمفهوم الذي وعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثله الصحابة الكرام لاحظوا معي جولة في الأحاديث ربما هي أبلغ من كلام طويل يمكن أن يقوله المرء فاللهم عرفنا عيوبنا اللهم ارفعي هذا البلاء الذي حل بإخواننا من المرابطين في بيت المقدس اللهم أنصرهم ولا تنصر عليهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم السلام ورحمة الله جزاكم الله خير شيخنا الكريم في الحقيقة كان خطر على بالي السؤال لكن أظنك قد شفيت غليلي كنت أود أن أسألك ما هو أكثر حديث علقة في نفسك وأنا الآن في الحقيقة أستحي أن أوجه لك هذا السؤال كلها حديث عجيبة يعني في الحقيقة الإنسان يتعجب من هذا المظهر من مظاهر رحمة الله بعثة النبي ونفس النبي صلى الله عليه وسلم هو نفسه بل نستطيع حتى أن نقول أنه عين رحمة الله سبحانه وتعالى التي أهداها للبشرية أين تبحث؟ في العلاقات الاجتماعية؟ موجود أخلاق ورحمة عجيبة في العلاقة حتى مع الحيوان أعزكم الله؟ موجودة في العلاقة حتى مع النفس وفي العلاقة مع أي شيء تجد الرحمة في الحقيقة أستاذ الكريم لا يسعنا أن نختم هذا اللقاء إلا بما دعا به البصير في خاتمة بردته لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على قدر العصيان في القسم ولا ننسى إخوة لنا في أسقاع الأرض كلها من أن ينالهم الله عز وجل برحمته ويؤيدهم وينصرهم وخصوصاً إخواننا المرابطون في المسجد الأقصى نسأل الله عز وجل أن يعينهم ويؤيدهم وينصرهم وأن يرفع البلاء عنهم وأن ينزل بهم الرحمة الواسعة التي يرحم بها كل من في بيت المقدس وكل من في أكناف بيت المقدس جزاكم الله خير أستاذنا الكريم حضورنا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته